الواحد بقى مكسوف قوي للأغنية بتوع العلم العربي الصراحة يعني الأغنية بتوع أسيا حطوا عليكم جامد قوي في الفيلم ده للأسف ما ينفعش تستمروا معانا مشوية الفلال والقصور والعربيات والحفلات التعبانة اللي انتوا بتعملوها دي اتعرونا فيلم كريزي ريتش ايجنز بيحكي فصل مهم في قصة الحب اللي بتجمع ريتشل تشو ونيك يونج ريتشل اللي بتشتغل أستاذة اقتصاد في أحد الجامعات الأمريكية بتقبل دعوة من صديقها نيك عشان تحضر معاه فرح واحد صديقه في سنغافورة وبمجرد طلوها معاه للطيارة بتكتشف مدى فراء وسطوة عائلة نيك وبمجرد لما بتقابل أمه بتكتشف انها ما بتحبهاش لانها بتعتبرها السبب اللي مخليه بعيد عن عيلته وعايش في أمريكا وسريعا كمان بتكتشف انها كونت عدوة مع كل البنات القريبين من العيلة واللي كانوا بيرسموا على علاقة مع نيك لما يرجع فهل ريتشل هتحارب علشان حبها ولا هتستسلم وترجع تاني لحياتها ده اللي أحداث الفيلم بتكشفه فيلم كريزي ريتش ايجنس حقق نجاح مبهر سواء على المستوى التجاري أو على المستوى النقدي الفيلم محقق 234 مليون دولار في شباك التذاكر رغم أن ميزانيته كانت 30 مليون بس ومستقر حاليا عند تقييم 92% على روتين توميتوز الفيلم يعتبر خطوة تاريخية لستوديو كبير زي وورنر برودرز أنهم يطرحوا فيلم طقم البطولة بتاعه تقريبا بالكامل من الممثلين الأسيويين الأمريكيين ده اداني انطباع من قبل ما شوف الفيلم أن احتمال نجاحه الكبير ده يكون له أسباب سياسية في حركات ومبادرات كتير جدا في هوليوود على مدار السنتين اللي فاتوا بتدعم الأقليات وبتدافع عن حقهم في التمثيل المناسب وبعد ما شوفت الفيلم انطباعي ده تأكد الفيلم كويس كوميديا رومانسية ضريفة وفيها قدر معقول من المتعة لكنه فيلم عادي فيه بالفعل عدد من العناصر أعلى من المتوسط ولكن برضو فيه عدد مش قليل من العناصر أقل من المتوسط بكتير البناء العام للسيناريو يبدو لي منتفخ أكتر من أن يتم احتوائه في فيلم واحد لدرجة أني حصيت أن بعض الزوايا الرئيسية في القصة ما خدتش الوقت الكافي عشان تتبالور زوايا أساسية زي قصة الحب نفسها أنا حاولت أفتكر المشاهد اللي بتشرح طبيعة العلاقة الرومانسية ما بين ريتشل ونيك وللأسف لقيتهم مش كفاية أغلب المشاهد يا إما مخصصة للحرب البردة ما بين ريتشل وكل أعداءها يا إما لتخليق لحظات كوميدية حقيقي كانت فعالة ولكن نادرا ما كانت بتخدم الحبكة يا إما لاستعراض البذخ والبهرجة في أسلوب حياة ملياردرات سنغافورة لا بجد الملياردرات بتوعنا المفروض يجي لهم اكتئاب وينطوا من الشباك بتاع أسرهم المعفنة دي يعني وللمفاجأة كمان في خط درامي ثانوي ماسك إيد خطنا الرئيسي وماشي معاه لغاية خط النهاية بدون أي تأثير عليه وأنا هنا أقصد قصة أسترد وجوزها مايكل بكل تعائدتها يبدو لي إنها كانت موجودة بس لأن ليها أهمية أكبر في الرواية اللي الفيلم متاخد عنها وفي مشهد بعد تتر النهاية بيؤكد إنها ممكن تلعب دور مهم في الأجزاء اللي جاية زي أي كوميديا رومانسية سطحية ملقتش في الفيلم ده أي قيمة درامية حقيقية يمكن الزاوية الوحيدة اللي لفتت نظري هي التحول الهادي في منظور المشاهد للطراء الفاحش ده واللي كان شكله لامع ومتقلق وضريف في أغلب أحداث الفيلم لا دول أغنية دمهم خفيف فعلا إنما الأغنية بتوعنا دمهم يلتش ولكن مخرج الفيلم جون أمتشو نجح في إنه يخلق تحول كبير جدا في غمضة عين بعد تسلسل معين كل التقلق المبهر ده تحول لقبح وكل الظرف ده تحول لشر أيوة بقوا شبه الأغنية بتوعنا بالزبط كده كنت منتظر أداءات تمثيلية متميزة ولكن مفيش حاجة لفتت نظري قوي يعني حتى ميتشال يو اللي عملت دور الأم واللي عملت أداء مبهر في مشهد الافتتاح خلاني متوقع إنها حتكتب على جناني باقي أحداث الفيلم عملت أداء كويس في عدد من المشاهد ولكن أقلب كتير من اللي توقعته يمكن اللي ملفت شوية للنظر هي الأدوار الكوميدية البحتة وأخص بالتحديد أو كوفينا اللي عملت دور صديقة ريتشل على مستوى العناصر السينمائية فتأدير كبير جدا يروح لتصميم الإنتاج والأدوار المتعلقة به زي الديكور والملابس والماكياج بعض مشاهد الفيلم متعة خاصة بمجرد النظر لها وحقيقي فيها أفكار كتير مبتكرة على المستوى الساكن والمتحرك كريزي ريتش ايجنز فيلم حلو بس مش 234 مليون دولار و92% حلو فيه بعض العناصر الفريدة ولكن الاهتمام ببروزتها جيه على حساب جذب المشاهد لللي بيحصل دراميا ولكن الفيلم يشكر لأنه على الأقل احتفظ بوجبة الكوميديا في شكل كويس تقييمي لفيلم كريزي ريتش ايجنز هو ستة ونص من عشرة وفي رأيي بدل الأجزاء المتتالية المتوقعة دي الفيلم ده كان أفضل يبقى مسلسل طويل هو حقيقي فيه كتير من طعم الصوب أوبرا مناقشة الحلقة هل تقدروا تفكروا في فيلم كوميدي رومانسي ما كانش سطحي وتجاري بالكامل ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتروباز وبي باي